عايزين نروح لنادي الزمالك خد القايمة بتاعته وقرر ان هو لسه حازم امام برا ما دخلوش ورغم يعني الغريبة برضو ان حازم بعد ما اعتذر وكان الغرامة 300 يخلوها 30 برضو برا الماتش دوت الماتش الفات عمر جابر كان موجود المرة دي حازم برا الماتش ورمزي خالد مازال برا الماتش وعمر جابر برا الماتش تقريبا خلاص عمر جابر ممكن جدا تكون المباراة اللي فاتت هي اخر مباراة لعمر جابر مع نادي الزمالك يعني عمر جابر قصته وعلاقته بنادي الزمالك انتهت من مباراة طلاقة الجيش عمر جابر خلاص مفروض خلال 48 ساعة هيمدو العقد واول ما يمدو العقد خلاص حفاظا بقى على المليون وخمسمية الف يورو وعلى العشرة في المية في حالة اعادة البيع انه هو خلاص ما بقاش على زمة نادي الزمالك فبالتالي عمر جابر قصته بتنتهي بانه في خلال 48 ساعة العقد يطمضي هنا بقى الزمالك هيلعب مين باكرايت مين اللي ممكن يلعب باكرايت في المجموعة اللي موجودة هل ممكن احمد توفيق يعود مرة اخرى للباكرايت وطارق حمد يكون متوجن بمعروف يوسف مين اللي ممكن يلعب باكرايت مفيش حد في اللي موجودين دول يلعب باكرايت غير احمد توفيق هل ممكن ابراهيم عاب خالق هو اللي يبقى في نص الملعب مع كوفي واحمد توفيق اللي يلعب ناحية اليمين في باهر محمدي باهر محمدي ده لعيب عنده عشرين سنة معار من نادي الإسماعيلي كان ميده جابه وميده بيقول ان هو من افضل لعيبة مصر وبيلعب باكرايت ممكن جدا تكون ماتش بكرة مفاجأة انه يبتدي بباهر المحمدي كباكرايت اساسي في ظل غياب حزم امام واحتراف عمر جابر حتى حمدى طلبة اللي بيلعب باكليفت ولو اساسا بيلعب ديفندر او سيرتباك او باكرايت حمدى طلبة برضو خارج الفريق بسبب الاصابة هو واحمد الشناوي وايمن حفني واحمد دويدار